غير إنها بنتك والأم بتعمل كل حاجة لعيالها يعني بس في ناس تقولك إيه؟ أنا شفت في البني أدم ده حاجة لسه منورة عشان كده أنا لسه وراها لا أنا كنت شايفها ضلمة قدامي بس أنا كنت متأكدة إيه اللي كان مديك أمل؟ كان إحساس إحساس حسن ظن بالله حسن ربنا وايفك أبي رغم كل المشاكل؟ رغم كل حاجة أدعيبنا كتير أدعيبنا كتير قوي وس كان عندي أمل والحمد لله الحتة المنورة دي إحنا بنكتشفها وإحنا معالجين بنبقى بنبقى على يقين بلا استثناء بلا استثناء أي حد هو في مازال بيدرب النهاردة مخدرات هو جواه حتة المنورة خلينا نقول إنه هو كانت حاجة شبه الجواهرة والمخدر صداها خليها تصدق واخد بالحضراتك دورنا كمعالجين إنه إزاي إحنا النهاردة نعيد إزالة الصدا ده مرة أخرى ونخلي فيه بصيص أمل كويش؟ عند المدمن ونخليه يشوف إنه هو الجانب المضيق اللي فيه ممكن ينور تاني خديجة أنت مرتاحة النهاردة أكتر؟ أه طبعا إزاي؟ بص هو أنا لما بتقيت في التعافي كان أول سنة أصعب سنة مريتي بحياتي كنت بصحة كل يوم دماغي جاني اللي بنسميه الجاني الشيطان أعمل ليه إدرابي 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 مش بيسبني سنة بحل ست شهور وابتدأ يقل الصوت بس فإسرائي نطي الصور هرابي وأنا مهمة يعني كانت أصعب بعد سنة بقى حسيت بتعمل حياة حسيت بقى عندي أحاسيس أنا كنت كائن زومبي في المجتمع معندوش قلب معندوش ضمير معندوش حاجة بقيت أحس بقيت أحس بأهلي بقيت أحس بالناس بقيت يعني حولت 180 درجة يعني إدمان المخدرات أيا كان نوعها اللي إحنا المناظر اللي الناس بتشوفها في التلفزيون أنا كنت أقول إحنا بس قلت أقول إحنا لأنا أنا عارف بس أنا بتكلم على اللي بيشوفونا يعني اللي الناس بيشوفوه في التلفزيون حقيقي ولا مبالغ فيه لا حقيقي أنا مش حقيقي بنفس القدر مش حقيقي أوي مش حقيقي بنفس القدر إحنا بمراعي مشاعر اللي قاعد ورا الشاشة بيشوف اللي بيحصل بس أنا من ثلاث سنين إجزاكلي أنا كان شعري بيوقة وإسناني قلبت أسود ومش عارفة أخد نفسي بطلع السلالم مش عارفة أخد نفسي بس فقط لا يعني مش زي التلفزيون بس مش زي اللي بيطلعو بس في النص يعني